موسيقى 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 مساء الخير وأهلا وسهلا بكل يلي قرروا يتابعوا برنامج بلايف لليوم بلش موسم الربيع والصيف وضروري أنه يبلش أيضا بأذيئنا وأكسيس وراتنا بشو رح نتزين هالموسم فقرة خاصة بأبرز الاتجاهات تابعونا موسيقى هل في أجمل من ابتسام المشرقة وناصعة البياد وشو هي التقنيات المعتمدة اليوم لتبييد الأسنين وهل في أشخاص ممكن ما تنسبهم كل التفاصيل بفقرتنا الطبية موسيقى كثير مننا عندهم ردود فعل مزعجة ومتكررة تجاه بعض الأمور وممكن لحقا أنه تتحول إلى وسويس مرضي شو هو الوسويس وكيف ممكن أنه يأثر علينا وعلى محيطنا هيدا هو موضوعنا الاجتماعي بفقرة اليوم أما هلأ إلى مطبخ بي لايف معنا نانسي والشيف موسيقى واليوم بتجافتنا الشيف حبيبة قلبي حنان داود موسيقى كيفك نيحة سافا شو عملت لنا اليوم؟ اليوم رح نعمل طبقة مغربية يعني معروفة بجزائر تونس هي الكسكس بالخضرة والجيش ورح نعمل تارتتران كمان كالتحلية هلا الكسكس رح نعمل على الطريقة كيف نعمل بالمغرب هون شو بحطه ماء؟ لا هون بنحط الجيش بنقلي الجيش مع البصل والبناظورة بعدين نرجع بنحط شوي شوي الخضرة اللي بتنسلق اللي بتستوي بسرعة بنحطها اخر شي واللي بياخد وقت شوي بنحطه مثل شو اللي بتحطي اول شي هالا اول شي بنحط اللفت في عمنا لفت هون هذا بدو وقت لحتلين طبع شوية مش كتير لفت ابيض بعدين مع الجزر لانه الجزر صغير بعدين نرجع نحط كوسة وبدن جان ملفوف حار يمي يمي في حار ايه ومنحط بقدوني سوكزبرا بوكي اوكي بنرجع بنحط اول شي بنقلل الجيج طبعا يعني مع البصل والبهارات والبهارات طبع الكوسكس وهي زنجبير وكركمة ابهار اسوات حلو اوكي وسمنة وفي عنا حمص كمان اوه وفي عنا سبيب وفي عنا الدسار اللي بتعطودي لقبل وهو تخت او سيتخون او سيتخون اوكي شاف رحنطلع لك خلال حدقتنا طبعا هيك لنتبع كل التفاصيل يعطيك ألف عافية نعم ولمين حنقول هابي برددي خلينا نشوف سوا تحتفل اليوم بعيد ميلاديها الطبيبة اللبنانية ريم الاسعد من اسرة بي لايف نتمنى لك النجاح الدائم بمسيرتك المهنية والعمر المديد كل عامو انت بخير وعباني الاكتر من مي يا ريم موسيقى هابي برددي لك هابي برددي لك ويهوه! لكن انفرع! شكراً لكم جميعًا! جميعًا! شكراً لكم! هم انتهاني عياش! حبيثة! انتهاني بحبي كثير 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 كثير! شكراً لكم جميعًا! هذه المفاجأة جميلة! شكراً لكم! برح كنت عيدك نانتي صح؟ صح برح كنت عيد ميلادي! شكراً لكم! شكراً لكم! شكراً لكم! شكراً لكم! جميعًا هصلي أنت؟ شكراً لكم! تعليق من وcember 10 سنة هم السادس١ لقد راتي مرأة في 10 سنة الángد! نحن دقارك بق весنة اهدا! وصلنا بحاول الايام لك شكراً جميعًا Hunter vidéo. شكراً لنا! شكراً لكم! هابي بيرتدي في عيد أخي للتروديوسر ميرا ريم هابي بيرتدي ريم أكيد يلا بس واحدة في سكين لحظة يلا من شاء الله كل أمنيتك تتحقق ننسيك يارب يارب أوكي عقبي للمية ننسي مرسي 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 I love you all يلا يلا مجموعة أخبارنا لليوم رح نبلشها ننسيه مع دوكة كامبرج كيت ميدلتن يلي أبهرت الناس والصحافة العالمية بإطلالتها خلال حفل استقبال بمعرض بورتري الوطني وهي الرعي لقلو من سنة 2012 وقد اعتمدت فستان ناعم من الدنطيل باللون الزيتة من تصميم تامبرلي لندن مع جزدين دهبين ولكن اللافت إنه هالفستان سعروا 11 ألف دولار ولبسيت كمان حلق يمتهم 14 ألف دولار من توقيع كيكي مكدونو وهالشي خلا كتار إنه ينتقدوها على البذخ يلي اعتمدته بإطلالتانانسي يعني مزبوط إنه دوكة كامبرج كلنا من حبة وهي كتير محبوبة عند الناس يمكن لأن هيك لازم تنتبهها أكتر على قطواتها تكون مدروسة أكتر لحتى تكون قريبا من الناس وتحس بوضعهم أكيد 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 لكن هيك فينا نقول فوبا لكيت وعلى سيرة البذخ سمعي هالخبرية يا روزاليتا بتقول في ظاهرة فريدة من نوعه يبيع بمنطقة يوباي اليابانية بطيخ غريب الشكل بتتم زراعته بعينية تامة بالبلاد بهدف الحصول على تمرة مميزة سعره 26 ألف دولار أمريكي تخيلي ويشار إلى أن الحضارة الأسوية وخصوصا اليابانية بتعطي اهتمام كبير بزراعة الفويكي فبحسب عميد كليا تعلم البيئة البشرية بجامعة ويسكنسون مادسون بتم التعامل مع الفويكي بشكل مختلف بالمجتمع الياباني وبيرتبط شراء الفيكي واستهلكة بممارسات الاجتماعية والثقافية يعني غريب كيف تختلف العادات من حضارة إلى حضارة تانية وكيف أمور يمكن بتهم شعب معين وبتكون أساسية عنده ما بتهم شعب تاني يعني 26 ألف دولار لبطيخة لبطيخة ضربوا رأسكم بالحيط عن جد يعني ننسي قدم اليابان عن جد مختلفين عنه صراحة أنا كتير بيهمني أن نروح إلى اليابان وهيكي من أنا وصغيرة بقولوا أن هذا اليابان أكيد بدأ أعمله هالبلد بحياته لازم بدأ بس بدك شي شهر تروحي لهنيك شهر ما فينا نحنا نقاط من دونيك نعم 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 على سيرة السفر نانسي اسماعي انتهى الخبرية شركة تيرد هوم عم بتفتش على موظف لحتى يلبي طلباتها الوظيفة الصعبة كتير يالي هي بترتكز على السفر حول العالم على مدة ثلاثة شهور للاقامة بالمنازل الفاخرة وتقييم تجربته ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار ورح تكون هالرحلة مدفوعة التكاليف كليا من حجوزات تذاكر الرحلات إلى متطلبات العيش أثناء الرحلة مقابل راتب شهر كمان تبلغ امتى عشر تاليف دولار امريكا وبتمكن الشخص يالي عم بتقدم على هالوظيفة انه يستحب معه شخص واحد وقد نشرت شركة اعلان الوظيفة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وارفقت الاعلان بمؤهلات التقديم على الوظيفة ويالي بتتضمن توفر جواز سفر موجود تأشيرات سفر صالحة رخصة قيادة عدم الخف من الطيران سجل جنائي نظيف والقدرة على تحمل السفر طيب بديك شي نمسي انا مسافرة صراحة يعني فيه احلى من هيك وظيفة ما فيه احلى بس انه قالوا فيه شخصتين بتخدي معك فحروح انا وبنتي الا انت رح تقوليني بروح انا وليك انا وبنتي خلاص حليتها ومنطبع الى دبي دار الحي ورح يشهد قطاع النقل بامارة دبي تطور وتحول كبير بالسنوات القادمة والهدف طبعا هو تحويل 25% من الرحلات الى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وبدأت دبي تشغيل تجريبة لمركبات وحافلات وقوارب صغيرة ذاتية القيادة وكل هالشي بهدف خفض تكلف تنقل بنسبة 45% تقريبا وتقليل الطلب على المواقف بنسبة 50% وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 12% والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناتجة وكمان رفع معدلات السعادة للسكان من خلال توفير خيارات جديدة للتنقل يعني حسب ملاحظ سعادة السكان تبقى الهجز الاكبر بدولة الامارات والمشاريع اللي عم تسعى لتنفيذها خير دليل على هالشي يعني بالتكنولوجي لوين عم نوصل ما حدا بيعرف ديما دبي بتطليع باخير اخبار التكنولوجيا نانسي واكيد الخير لقدام الله راد نتوقف مع اول فاصل بحلقتنا وبعده متابع لقاءاتنا المباشرة خليكن معنا والمشاريع نبدأ مع التغذية ووظيفة اشتاءناه كثير اختصاصيات التغذية جسيكا ابو حرب أهلا وسهلا فيك أخبارك وينك مختفية اليوم رح نحكي عن عدم تقبل بعض الأطعمة وكيف يتحدد هيدا الشيء بداية اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم يعني معظم الناس ما كتير تعرف فيه صراحة هو بيسيب تقريباً 45% من الـ population حنحكي عن food intolerance يلي هو قدي أنت فيك تتحمل تأكل مواد معينة أو أطعمة معينة لأن كل شخص عنده بجسمه أنزيم يلي هي تعمل جس تون لهذه الأطعمة وفي ناس ما عنده مثل أبسنس لهذه الأنزيم بالجسم يصبح عنده food intolerance مثل أنت عندك تنحسب نانسي أنتوليرانس على التون وكل ما تأكل تون ما قدم التون وما رح تهتمي لتون أنت رح يصير عنديك سامتوم ده سامتوم مثل يمكن نفخة يمكن وجع رأس يمكن تحس بفاتيج تحس بيطعب بتعب سوهون الفرق اللي حيكون بين الألرجية اللي معظم الناس بتفكر أنه هيدا معها ألرجية وبين الفود intolerance يلي حنحكي عنه اليوم شو الفرق يعني بالزبط الفرق بين الألرجية أنه أول شي الألرجية هي متل راكسون للجهز الهضمة بيكون في نوع معين من الأكل أزا دقيت فيه أو يمكن أكلت كمية كتير قليلة منه يمكن تعملي رياكشن لهيدا حتى إذا كنت يمكن متواجد حده صح مثل في كتير نسمة صناع البينوت أزا دقيت فيها أو هيدا دغري بتحس بطعمة الفراز كمينة كتير مرة نسمة الفراز السي فوت حتى اللوز اللي هني أكتر أطعمة هو لي مع تبريل متل ألرجينز سوهيدا نوع بيعمل متل رياكشن بجهز الهضمة بينما الفود intolerance ما خاصة بالجهز الهضمة ما خاصة بالأنزيمز يعني الأبسانس يعني الملجود ومش ولجود مش وجود الأنزيمز معينة لا أطعمة معينة بيجس فيك هيدا هي بخليك تعملي رياكشن طيب شو العليمات يا اللي بتشير لها المشكلة هيدا هلا الالرجين متل ما كنا محكي غير الالرجين إذا عم نحكي عن عدم تقبل الأطعمة هلأ أنا شوي قريبين مش هيك كتير الناس بالوقت بيحتاج بتغالبت بياناتهم مزبوط سوه أكتر شي النفخة أكيد يمكن غازات عبقة فاتيج إرهاك وجع راس كتير قوي والخبرية بالفود انتولرنتس أنه بس تكل نوع معين من الأكل يكون عنديك انتولرنتس عليه مراح يبين دغري آه أوكي يمكن يضال يبين لبعض يومين أو ثلاثة حتى مش هيك في الناس بتقول لي عمي أكلت بس أنه ما حسيت بشي ما تضيقت سوهي بتاخد قويت لها يومين ثلاثة تايبين هيدا هيدا الإفاكت يعني بالجسم بينما ألرجي دغري بتبين بتاكتها طيب جيسيك هل في نوع من اختبار معين لحتى نقدر نشوف قدي نحن منتفاعل مع بعض أنواع الأطعمة مزبوط في عنا فود دي تاكتب يلي هو فحص بين عمل بيخد فورتي منتس أربعين دقيقة بين عمل يعني بس بدنا ناخد نقطة الدم من الشخص أوكي وبيبين على بالات معينة الأطعمة بيحب يفحص هو إلى ستة وأربعين نوع من الأكل من خضرة من فوكة من لحوم من أسمك من قلبين دائع من قلبين مئة بالمئة أصص كلنا من ناكلة بيبين على هيدا البالات الأصص اللي هي من هاي انتولرنس للاو انتولرنس يمكن يكون عندك انتولرنس كتير قوي على نوع معين من الأكل ويمكن يكون عندك ريسك أنه يبلش يصير عندك انتولرنس أيضا بحث بييننا كل شي من دقاء أزاد بالأطعمة بالجسمي كتير بيكون كاستمايز لإليك طيب هل في مثلا بعمر معين بعمر كتير صغير ممكن يحسوا بهالعوارض هايدي هلأ هي أكتر شي خمسة وأربعين بالمئة من البيض في عندها فوض انتولرنس بينما الألرجي بيكون عنده مكسبة من ستة لثمانة بالمئة من الناس عندها بس ألرجي وعددا بيكون أولاد صغار اوكي سو هيدا كيف عم تسألين كيف ينا نعرف دا عم بقول انه ممكن بعمر صغير يعني كمان يكون عندهم هيدا المشكلة ممكن 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 بس انت وصغير يعني ما تكون عم تكل كتير أنواع من الأكل سو قليل تينعرف اكزاكلي شوي بينما على كبر بتكون البالات تبع أكليك أوسع سو مجانيك بتصير تحس بهايد العوارض بطريقة أكبر طيب جيسيكا الاختباري اللي كتعم تحكي عنه بس للفود انتولرنس صحيح منه للفود انتولرنس يعني للفود انتولرنس في عنديك غير نوع اكتبار كيف حصتنا بين عمل متبين انه شو الالرجي وعادة ان بس يكون عندك انتولرنس يكون عندك ماكسيموم اثنين بينما الفود انتولرنس في يكون عندك خمسة ستة سبعة ثمان ثمان انواع من الطعام في يكون عندك انتولرنس عليها ومشان هيك هيدا هي صعبة لانه على كترة الاكل على الواحد ما رح يقدر يحزر اكزاكت شو هي بالظبط هالاختبار او هالتاست هيدا ممكن يساعدنا بالضايت الخاص تبعولنا وخلينا نخسر وزن كمانا اكيد لانه هيدا الفحص بدينا عمل حيكون كاستمايز لاليك اوكي يعني فئة دمك انت حتتبين شو هن الانزيم اللي موجودة في جسمك اللي بتهدم الاكل وشو الانزيم اللي موجودة اللي ما بتهدم الاكل اللي انتعم تاكلي اوكي وهذا الشي رح يساعد الجهاز الهضمة نعم وحيشيل النفقة وحيعمل لك راحة اكيد بالجلس وهل مكلف هالتاست في كتير اشخاص ممكن بحبه مانه مكلف ابدا اوكي يعني ممكن اي شخص ممكن اي شخص يعملوه اوكي يكافه مو اكيد دايت موضبوط مع دايتشان كرميل يكون عنده نفع هيدا التاسم مش بس نعمله وما يكون له عاجز يعني خاصة ان انت في عالم ما بتعرف انه هي انتولرانس لبعض القطعين من المحبز يمكن انه نقوم بالفحص على صحة السلامة متل ما بيقولو ورزاليته هيدا فحص بنعمل خلاص فور لايف تايم يعني يدو اتوان وخلاص ما راح يتغير دمك ميه بيه موضوع كتير حلو جيسيك هيا نكافي بالكتشن انا وياكي تفضل بما انه عم نحكي كتير عن النفخة سو اليوم حضرت شيك كرمالي خفيف في النفخة اوكي هي متل خلطة خلطة سموذي يعني فينا نقول اوكي راح نبلش اول شي بالانجريدينس عانو اول شي راح نكون عايزين موزة اوكي موزة واحدة من قصر عادة الموز كتير بيستعملوا للسموذيز يعني بتحسل تارفلي لانه فيه كتير بوتاسيوم اوكي والبوتاسيوم كتير بيساعد بالنفخة وزيت الشي للكوكونات واتر كوكونات واتر كمان فيه كتير امام توتاسيوم عالية سو هيدا الشي بيساعدنا كمان بالنفخة اوكي يعني ما يجوز الهند مزبوط ما يجوز الهند راح نبلش اول شي بنص كوب تيراقلو ما نافع انا بس مع ما يجوز الهند جيسيكا هلا هو شوي شوي في يكون هاي انفات بس it's the good fat اوكي ومشان هيك كتير كتير بيساعد كل شي نفخة كل شي عبقه كل شي راشز بس غريب انه كل شي خساسية هاي انفات ما كنت عارفة هاي انفات بس it's the good fat اوكي اوكي يعني هون خلطنا الخضرة مع الفويكة مزبوط هلا هون الخيار اللي عم نحط لانه الخيار فيه كتير مي اوكي وهيدا الشي راح يساعدنا كمان انه نشيل النفخة راح نحط كمان جينجر تازه لازم يكون نحط تقريبا نصف ملعه صغيرة اوكي ورح نرجع نحط نصف كوب مي هلا فينا نحط بالبيت فينا نحط تلج كلمان يطلع بسقق اوكي اوه نحط نحطه قبل بوقت نحطه بالبراد مزبوط كمان عفنا نحطه قبل بوقت نحطه بالبراد واي متى دوسيك بتنصحي انه يشربوا السموذي عبكرة عشية مرتين بنهار الافتر نكون عم ناخد مرة عبكرة ومرة عشية اوكي كلمان نريح الجهاز الهضمي طبعنا وي it's practical يعني بتعمل السموذي اذا حدا مستعجل بدو يروح على الشغل اوكي 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 يلا اوكي بدنا نضوء بعض شوي اوكي 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 حتي بنا عمله قبل بليله نحط له بالبراد اوكي سهلي اوكي اوكي حسنا روزاليتا شيرز اوكي اوكي ينا نغري نشرب السموذي عيض وانا بداية معنا اوكي ليست جحätte الر наход جيدة رائعة شكل تعمل ويجق على شمال و 재미 من الشي woo ويجق على صنصة ويج Swo setup الوصلي لا تشعر الوصلي تحت سويتنس البانانا وجوز الهند في عندي وجوز الهند يعني هي السويت كثير طيب العالم بتخاف من العسير بيكون لونه أخضر بقوله أنا عموني مش نيك بحب عطول نعمي المكس بين الفويكة وبين الخضراء كرميل منطر بسنة كل ياء فويكة يا خضراء وهيدا نوت مور دان سفنتي كالوريز سبعين وحدات حرارية تانكيو جيسيكا على كلها النصائح والإرشادات أهلا وسهلا فيك إنسانا نشوفك قريبا تانكيو تقاية اليلي مع الآلين وبعده منتابع خليكن معنا نتابعين ببي لايف وبفقرتنا الطبية لليوم رح نضطر لموضوع طبيد الأسنان مع ضيفنا الاختصاصة بجراحة الأسنان دكتور سلاح دامر أهلا وسهلا فيك دكتور هاي دكتور كيفا؟ ماشي الحال؟ الحمد لله دكتور بداية خلينا نحدد شوي طبيد الأسنان كيف يتم؟ بداية لنانسي شكرا شكرا طبيد الأسنان بالحقيقة هو واحد من الهولوود سمائل التي نحكي عنها كاللون كلما نحكي على تفتيح لون الأسنان نحكي على هولوود سمائل ونحكي على طبيد الأسنان طبيد الأسنان بتم دافنتلي بالكلينك أو بالبيت في شيء يمرق بمراحل وفي شيء يعمل بالكلينك بجلسة أو بجلستين نسميها أوفاس بليتشينج أو ليزر بليتشينج أوكي وفي شيء يعمل بالبيت نسميه هوم بليتشينج وفي إله غراض خصوصي منحضره يوهم للبيتشينج هي القتير يمكن يلي المستعمل بالبيت مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ يعني في عنا ناس منعطيهم أمرار ببرودكت بيقولولنا صار فييه سينيتفوفيتي عالي منصار السنون حسسين شوي منعطيهم برودكت نعم تابعته أخفف اوكي ولما منخفف الـ منزيد المدة تابعيه التبييد بسيء يمكن في عالم ما بدون نفس البياض يعني في من هم ما بدون يكونوا كتير بيد ومنهم أقل شوي مضبوط الآن ديما السن هو يتحمل التبييد لدرجة معينة هو لحاله يعرف قديش منسميه اهند بوينت أوكي يعني فيه بيضلك السنين يتوصل لمرحلي وبيضلك لنانسي يتوصل لمرحلي أفتح. حساب الشخص. حساب الشخص. حساب الشخص. هذي ما نسميحنا الاند بوينت. يعني بعد هذي النقطة قد ما عطيتي برودوكت أو شو ما عملتي ليزر بالكلينيك ما بوض بيفتح أكتر من هاي. داست بيوصل لمحله وبوقع. وحسب اللون الأساسي الطبيعي للسن يعني مرات في أشخاص يمكن لون السن تبعولهم بيكون ميل لعاجي. صح. هما منقدر ناخد أبداً البياضي اللي بيكون الشخص بدويه. وفي ناس منسميهم عندهم ستينز غامئين بسنين. تيتراسايتلين ستينز. اوكي. أمرار هيدولي بنوصل لمرحل ما فينا نبيض لون السنين هو. بنلجأ لقصة ستيني بالتفتيح. إذا كان واحد أكيد مضطر أنه يفتح. مثلا حدا بتشتغل موزيعة. وبدأ تكون سميلين كل تايم وسنين حلوين. وعندها تيتراسايتلين ستينز بنلجأ لها طرق أخرى غير تبيض الأسنين اللي هي بتفتيح لون السنين. بتغير حجم أو لون أو شكل مثل فينيرز أو لومنيرز. آآ لومنيرز هيدول هني. طيب دكتور بالنسبة للتكنيك اللي بنعملها عادة بالكلينيك واللي هي الليزر. آآ هون كيف بتصير العملية. آآ بالحقيقة هي جلسة تقريبا شي ساعة. أوكي. بتتم بقلب العيادة. آآ أكيد بنكون عاملية لتغتراج. بنطفين له سنين ولا المريض قبل. أوكي. وبيوصل على الكلينيك. بنعمله تحضيراته بالتم. آآ نعم. بنعزل التم كلها يتو سواعا لسنين. يعني نحاول نخلي بس الأسنين تبعيتنا يلي تبين. هون الطريقة يمكن كيف التحضير بتكون. نحاول نشوف بس سنين لحالة بيني. بنحط لبرودكت تبعنا ونحط له الليزر لاي. وحتى كمان بتحمل نيري. والحويلة السنين كمانا ببرودكت معي. لازم أنا لما اطلع بس لقي سنين بيد. أو سنين اللي بدي اشتغل عليهم لحتى فتحهم. ما بدي لقي شي زهر أو شي بنك. يعني دائما منقلهم للتلميز نحاول ندرسهم هذول قصص. لا يوجد نيري لا التم لا شفيف ولا لسين. لانه اي شي بيجي من البرودكت على هذه المناطب الصوفتشو الانسجي. الرئيئة بالعربي. تحرقها. بتحرقها. تحرقها. بس ترجع على ريفرسيب. بترجع بتصير. أكيد أكيد. طيب التلب سوري. هايدا سوريا. ايه. ها منشوف يمكن هولنا الفيديو. هدا التحديد للبيشنت. ايه. كيف بدي حاول وصله. انه أنا بس شوف ثن وبايد الثن. يعني لا بايد نيري. نعم. ولا وصل البرودكت تبعيتي على نيري. بدي بس يباينه الأسنين تبعيته. وحط له الضوء طبعنا أو الليزر طبعنا. يضرب بالثن وبالبرودكت بس. يعني شو المادة اللي استخدمتها دكتور لحتى الحب نيري. بالحيان فيه المادة التبييد عم تحكي. اه. اه. المادة التبييد للاثنين هي بيروكسايد. من سميع يعني. بالكامستي تبعيتها ايتش تو او تو. اوكي. بتجي باثنين فورم. كاربامايت بيروكسايد. هدروجين بيروكسايد. وفي مننا بيرسنترجز كتيري. حسب كل شركة كل ضوء عم نستعمله. اذا كان ليزر او اذا ما كان ليزر. ونفس الشي لما نكون عم نتعت قمنات الكيشن تبردكس للبيت. اه. كمان في هذه الانواع. بس كل اياتها تحت الهدروجين فوروكسايد. اه. هون يمكن كل جلسة بتكون بنفس السيانس بس كل جلسة بعشرين ديئة عشرين ديئة عشرين ديئة عشرين ديئة. صح. في عشرين ديئة على اربع مرات. على اوكي. في عشر دقيقة على اربع مرات. منخلص اول ربع الساعة. او 20 مرات حسب الريكمنديشن. منشيل البرودوية منغسر مننشف ونحط. ترجع البرودوية. اوكي. ونحط اللايت مراتين. وبعدها شو بيصير فينا. مالش نصرق. لا مش ديئة. هلأ. همرأة كمان هديت سيباديري اكشن. يعني ديما بيسالونا. انه انا اذا بدي بيد سنيني. اكيد حقل ما. انه اكيد ما بعرف. ما في حدا يعرف. إلا اذا مرأنا through the experience. نعم. إلا اذا في عنا شي اسمه multiple crack syndrome. لما نطلع بالسن من ليه انه فيه كراكس كتير. نعم. هيدون لما نحط البرودوية عليهم. دافنت لي. هتوجع المريض. هلأ امرار نعطي انتي انفلاماتية. قبل نصيعة. في عنا برودوكس كمان يستعملون بالكلينك. بيوجود دائما مع الكيد. لا السنسيتيفتي منضهين على سنين امرار. كبروفيلاكس. مثل حماية كمان. مثل حماية من السنين. مثل حماية من السنسيتيفتي. حسنا. طيب دكتور اي مطاب بتلجأ للليزر. و اي مطاب بيكفي انه البايشن بيأخذ القوتيار تبعيته ع شكل سنينه. وبحطه بالبيت. دائما هلأ ريسنت لي منحاول نعمل كومبينيشن. بين الليزر او حاسميها الافيس بليتشينج. أوكي. وبين الهوم بليتشينج. هايلي الاوبتمام. يعني هادي افضل شي انه يكون واحد عام من جلسيته بالكلينيك. و بيرجع بياخد برودكت على البيت. بيكفي بيعمل فلو عب. بيعمل فلو عب. و كمان بيصير مثلا كل خمس ست شهر اذا بده يعمل بوستنج لقلاب. بيصير بياخد برودكت. وبحطه حتى يدله بحافظ على البيت. نعم. طبعا. همرا بيجينا ناس اتنين انه اراد يفتحين. يعني بدهن بس شوي زيدي. ذات سوى منروح على الهوم بليتشين. اوكي. اشخاص اللي بيدخنوا كتير بياخدوا كافي انتاك عالي. نس كافي يعني اي شي بيوقع على طب ابيض بيضبغوا. بنفضل كمان انه عملهم جوتيات للبيت. لانه كل ما يكونوا عم يستعملوا هذول برودكت. ليبيضوا بيجع بيستعملوا شي فيه كالر بالاكل. بيجع بيغمقوا الاسنين. نعم. طيب فيه ارشدات يمكن لازم نتبعها من بعد ما ناخده على طبيض الاسنين. نعم. متل شو؟ اهم شي اول 24 الى 48 ساعة. انه الفيشنط طبعنا ما ياخد اي نوع اكل او شرب. فيه تلوين. اوكي. بده يرجع لكل شي ابيض او ترانسباري. وصدقوني بدله بيلاقي اكل. لانه عطول بيسألونا. يعني ما بقع فينا ناكل انه اربي اون دايت. لا ما اناك اون دايت. حتى السوس الحمرة ما لازم. طبعا. يكلها هيدا الشامسة. طبعا. صوسات الغابقة. بالستيكو بواب. مصلا. كمان. ما في الابهارات اللي تقيلة. لها الدرجة بتأثر. يعني على اللوق. اول 24 ساعة بدنا نحاول نحميه. يدله الميديوم طبعنا. بس بشي ترانسباري. يعني متل لون الريق. متل لون الماي. نعم. او شي لونه ابيض. اوكي. حليب. لابن. جبني. والدخان بأثر. دخان. ما عم نقدر نقوله للبيشنط انه بدك توقفه يومين. مشانك بزعبه. ومشان هيك بنعطيه قطيع وراه. اوكي. طيب دكتر شو بنعني بالعدسات اللاصقة للأسنان. نحنا عم نحكي على طبيض الأسنان. اوكي. يوصل لعنا مرحلي اللي سميتها أنا الاند بوينت. انه السن ما بقى يفتح. اوكي. بيجي حدا بقول انه انا بديهم بعد افتح. اوكي. اوكي. ما بقى فينا نرجع للطبيض. اوكي. بدنا نرجع لأسس تانية غير طبيض الأسنان. اللي هي العدسات اللاسقة باللغة العربية عم نسميها هيكي. صح. عم ندلعها بهالطريقة. بس هي اكشيلي اتز بي فينيور. فينيور. اوكي. حتى فين شبهها بالضفر اللي بيتلزة. نعم. بس دفنتلي اتز دفرنت تاكنولوجي. دفنتلي اتز. صح. سيراميك ودفنتلي اتز اغلى من الضفر اللي بلازم. بيتلبس دكتور السن. بيتلبس السطح الخارجي طبعا. يعني متل ما شفنا هلأ هوني. هيدا وان فينيور. اللي هي من الكيسز. الصعبه انه نرجع نرد. فينيور واحد بالسن. بالتم اكتشلي. وهون دكتور. الفينيور يعني عم نحكي كمان صرنا عم نبرد شوي من السن. حالا هون منشوف لما نكون عم نشيل هادي وان فينيور. منليقي انه في شوية تحضير بالسن تحتها. اوكي. هدا منسميه فينيور. هون في تحضير اكتر. لانه هادول معمولين من كتير زمان كينو. الفينيور. ونرجع نرد له الالتيشنت كنا واحدة. في تكنولوجي تانية كمان اسمها الليومينير. يلي هي اقرأ كتير من السيراميك تبع الفينيور. اوكي. فينا نوصل لانه ما نبرد لأسنين تبع الفيشن. نعم. دافنت لحديد اليوم الليومينير بتنعمل برهات لبنان. اوكي. لشو السبب؟ تكنولوجي معمولي بلاب واحد. دنمات لاب بكاليفورنيا. اوكي. او مرار بيخد ايسات ومنبعثهم لبرر منطر اسبوعين لتلاتة الى يرجعون لنا. بس موجودة بدول عربية مسامة الدباي. بس تنعمل كماركت لومينيرز برا يليومينيرز كيف كلمة الكليناكس. بس اوكي. داعي. بس ازنا تيشوز فكي كثير. لن أجد داعي اعان نقرب الفكرة. اي 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 اي. اصدر منيخة. اقصد. اوه. لأي انه شو السبب الوصولية بتنعمل بس برات لبنان م بكون في تحضير للأسنين. ودفنت بثنين تختلف بين وبين. تختلف. إذا نأخذ اللوك الطبيعي كثير للسنين، ما الفرق بين اللومينيرز والفينيرز؟ أيها اللي بيعطي أكثر طبيعي؟ كل الألوان اللي مستعملها باللومينيرز والفينيرز هي زيتها. دميز على المريض هو زيته. أمراً بتجينا المريضة بتقلي أنا بدي أتضحك بدي فونس العالم عشر متار لقداني. سو بدأ أكيد دافلت لي هايدي ألوان معينة اللي هي كثير وفاتحة. في ناس بقولولنا أمراً الرجال بيجوية. دايماً عمليحكي على النساء بس كمين الرجال عم يعمل بيجوية. سرجلين أكثر من النساء. هلا إذا أنت بدك تقول هاي. بخري عم بدي فتح رجال. طبعاً. طبعاً. طب يجو بيقلي أنا بدي فتح سنيني بس بديهم يبدأ لون مبينين ناترل. بالحقيقة كمين في كير عوامل بتلعب دور لما كنا عم نقل لون السيراميك. طبعنا الكاركتور طبع المريض. شغل طبعه. شغل لما أقول شغل بقصد أكتر شي موزيع وموزيع. لون البشرة. صح. طبعيته أو طبعيته. مضبوط. لون أكتر شي من حاول نلجأ له هو لون البياد طبع العين. يعني بالفيس بالوش طبعنا. نعم. في أبيض بمحلين. بياد العين وبياد السنين. صح. لما بيكون في ديفرنس بيناتهم باللون. إن كان أغمى أو أفتح الواحد بيتطلع أنه بيحس في عنده شي غير ليقدر يعرف. أمرار اللي بيعمل فينيرز بيقوله لأصحاب وسائل. أنت في شي مغير فيك بس. بس مش عبير فوا. ما أم نقدر معرف شو. بيكون لون الأبيض طبع السنينه بنفس لون أبيض العين. بس هذا الشيء اللي لازم يصير ما لازم يكون أوفر يعني بياد زيادة عن زوم لأنه مش طبيعي هذا الشيء. يعني كل واحد هو شو بحل. شخصية يعني فرية شخصية. يعني متل لون شعر كتير فاتح. إنه ما بيلبقليك مثلا. ههي جعبالة طعم. كتير فاتح. لون سنين منحاول نغمقليك شوية. حدثة مهضومة صارت معي بالعيلي طبعي. أمركب لحدا من رايبيني فينيرز. كانوا كتير فاتحين. فالأسيستم سوراي عم بقولوني المصالح مات. ما تلزقوني كتير كتير فاتحين. كما تقلت لها شو رايك نمطر لحتى نغمقوني شوية. فقالت لي لأ بليز لزق لي وخلصني وناطرة وكذا ويك. لزقت لي. حدثة هي يعني بنت خالي. بعد شي ثلاثة أربع ساعة عبرين تليفوني خالي. هلأ إذا بدرت تدل وشو بدو يعيد كتير فاتحيني سنينة. رديت قال لي كتير سنينة بيجننه وكتير حلوين. سوقت ديمان كل واحد. كل واحد. هو الطلب طبعه شو على أساسه منه إيه. هل عندك نصيحة أخيرة دكتور بل ما نختم معك الحلقة؟ نصيحة أخيرة دايما صرت عم لاحز. للمرضى اللي عم نركب لهم فينيرز ولمينيرز. بدنا نقل لهم إنه هيدا بعده سنك أو سنك الحقيقي موجود. ونيرتك أو نيرتك الحقيقي موجودة. لازم يدلو يمرو عن طبيب الأسنين. ينظف أسنينه. هو بفكر إنه أنا عملت شيء كوتينج للأسنين. مبع لا يغير لونه ولا يسوسوا ولا يتوسقوا. هذا ليس صحيح. بدو لازم دايما نعمل تشاكب. بدو يعمل تشاكب. شكرا دكتور لحضورك معنا. مبسطتنا أننا تعرفنا عليك. شكرا. على أمل نرجع نشوفك مرة جديدة. شكرا. شكرا. فاصل علينا ونرجع من التابع. خليكم معنا. مرتين بالأسبوع نحن على موعد مع خلطات طبعية لجميل ونظارة السيدة مع ضيفنا. الخبير بالجميل وطاقة كلود سعد. أهلوس. هل فيك كلود؟ أهلوس. شو عيد ميلادك اليوم؟ باري. باري؟ باري؟ باري. أهلوس. مرسي كلود. روزاليتها شواء الألوان حلوية هيدة. شكرا. مرسي كتير كلود. مرتين كل يوم هتكون شي مناسبية حلوي يعني. طبعا طبعا. مناسبية حلوي وجودك كمان. وجودك نكيد. كلود يلا منبلش أول شي بالمستحضرات اللي رح تعرفنا عليها. أول شي طبعا اليوم عنا خلقة نحنا لقطع الشهية. اوكي. أنا كلهم بقلهم دايما يكون معهم ورقة وقلم يقدروا يستفيدوا. لأنه كلهم عم يرجعوا يدقوا لي عم يفوتوا على السوشيل ميديا. نعم. شو خبرنا شو عملت شو كذا. فابلهم دايما أنا الأفضل أنه داري تأخذوها أنكم مباشرة. يلا ورق أو ألم. بالوقت زيت وأنه نحنا عم نخلطها دايما كلها. أوكي. طبعا بدي بلش أحكي كمان اليوم عن قاطع الشهية. قاطع الشهية اللي هو مثل ما قلت هو ما بيعمل شي أبدا يعني. سايد افكت. أو شي لا لأي شخص. وخصوصا الأشخاص اللي بيأخذوا أدوي ما بيأخذوا أدوي. كمان ما بيعملوا أي مشاكل. لأنه هو مية بالمية ناتيريل. وحضرتك روزاليت تستعمل فيه. شربنا وشفنا النتيج سعود. نتيجه كثير مبهرة. وسريعة جدا 3 كيلو أكيد بالأسبوع. رحيش اللي كي أقل لهم مثل ما بقول دايما. طبعا في أشخاص كمان بيقولوا لي مثل حضرتك مثلا. أنه نحنا ما عنا هالشهية الأوية. ولكن عنا كم كيلو جرام بدنا نشيله. بدنا نشيل مسلا يشتغل على الميتابوليزم. أنا قلتلهم على الفات أتاك. أوكي. الفات أتاك طبعا معمول من 6 أنواع من الأعشاب الطبيعية. تبرمها كلود؟ محطوطة؟ لا تبرمها هيك. آآ بلدي يا كلود. انت يا كلود. ايه أوكي. كلود يوم. سحريني. لا سحريني. كلود كثير رايق كلود. كثير. لا هذه الألمين تبعيدكم. كثير هيك. حظتك اليوم عندي بارك ناسين. لا يا راي. يلا لكن كيف. طبعا الفات أتاك اللي دايما بتحدث عنه هو معمول من 6 أنواع من الأعشاب الطبيعية. هؤل الأعشاب كليتهم بيشتغلوا على الميتابوليزم. بيعلونا الميتابوليزم عنها. بنشطونا إياها. بالوقت زيته كمان بيحرقوا لي هالفات كليتهم من جسمي. طبعا بيروح كليته بالأورين. نعم. بدنا ناخدها صبح وعشي. طبعا القاطع الشي بناخدها حبة وحدة. قبل الوجبة الأساسية. يعني في الأشخاص بيقولوا نحنا واجبتنا الأساسية بتكون على 12 وحدة. فمناخدها. أو بالليل. أو بالليل بيخضوها على الساعة سبعة. هيك من نحنا. وفي ناس مثلا بتقلي كلود نحنا مناخدها بالليل لأنه نحنا منسهر. وما بدنا نلق مش كتير وكذا كمان بيخضوها على الساعة سبعة سبعة ونصف. أهم شي ما بتعمل أرق بالليل. لا لا أبدا. في أنواع حبوب يعني مش مش هيكي بس ممكن أن تسبب لهم أرق. مظبوط لا هذا أبدا ما بتسبب لهم أبدا. وبالعكس كتير مياحة. وكمان بتجدد الخلية عن بقرة على الأعشاب هون. كمان هي بتجدد الخلية تبع الشخص. وبتعطيهم يعني البشرة نظيفة. وبالوقت زيته كمان في أشخاص كتير بيقولوا لي. مثلا نحنا معنا مثلا سكري فينا ناخدها طبعا في ياخدوها. لأنه كمان الجرين كوفي أو الكافيين. هو بيساعد المرادة السكري على الأنسلين عندهم أحلى وأحلى. وبنظمه المياه أكتر. وحتى بيشغل على المخزون السكري تبعه وبنقصه نياه نهائيا. فدايما أنا بقول لهم بهذا الوقت كلكم لازم تستعملوه. وخصوصا الأشخاص اللي قلت المرادة. وخصوصا بياخدوه مثلا يعني كرميل الغدة كرميل القلب. أبدا ما بيعملوا شي كتير هيلز. نعم. ننتبه للزهرات. طبعا زهرات كلاود كمان من ضمن هالفاميلي تبع التنحيف في زهرات كلاود. معمولي كمان من ستة نوعنا كله ستة ستة. ما في عندي ستة. معمولي ستة نوعنا من الأعشاب الطبيعية كمان بتشرع على كمان كمان على الميتابوليزم كمان بتقطع شيء بالوقت زيته. بس ولكن هي أهميتها هي بتشلي النفخة كلها إيتها بتنقضي في المصران. يعني أنا دايما بقول عليا الديتوكس بكل معنى الكلمة. وبالوقت زيته كمان بتخلي المعدة تكون طريية ما بتعمل ديارية أبدا. أوكي. حتى ما تعملنا خجل بشغلنا أو بالأماكن نحن رحين عليها. وكمان هي بتلين المعدة بشكل كتير منيح منظم ودايما. في أشخاص بقولولي طب نحنا إذا وقفناها شو بصير ما بصير شي لا بالعكس. معدتكم بصارت عادية لأنه هيدا تريتمون انتوا عم تاخدوه. مش عم تاخدوه شي بوقتي متل اللي حبوب بتاخدوها اللي فيها كيميكالز. أوكي. طبعا ناتشور ريكتول دايما بتعتمد على كل شي ناتورال مية بالمية. مش هان كمان اعتمد على كرميل يشلي كل شي بيقول أنا مثلا خطوط رفيعة بيضة. كمان وقتها بكون عم بشيل أناها 3 كيلو جرام أو 4 كيلو جرام بالأسبوع. رح يصير في عندي تراهل هلا تراهل لازم شده بسرعة كتير. لو كنت عم بعمل سبور يعني انتوا بتعمل سبور دايما. ساعة. لو كنت عم بعمل سبور بس هيدا التراهل السريع يعني انتوا أوزين كون شوي وسط. في أوزين بتكون عندي كبيري يعني فوق 90. لا قليلة قليلة مش وسط. ايه أنا قليلة يعني ترتبط. يعني شو قصدك كلودي. لا. بأي كلماتي مضغوط. فدايما بقول الأوزين الكبيري بتكون هيد الأوزين لازم تشتغل على سريمينج ليكويد. كرميلة تشد لها هالجلة كليات اللي بيكون فيه تصار فيه تراهل. نعم عن طريق المساج يمكن كلود بطوار. طبعا هيدي لا سبري هو بيمحط. أنا ما بسا عمل الكريم. الكريم ما بيخرق كتير. هيدا كل شي أنا عم بقول عليه ليكويد. هو بيقدر يخرج جل كلياته للدرجة الثالثة حتى بيفوت عليه. بالوقت ذاته هالعرق اللي بيكون عم يطلع بيقولولي ليش عرق. لأنه نحنا كمية بدي يكون عنا حركة. ما فيها نحنا وغيفين طول الوقت بيقول بدي أمقص أنا كذا كيلو جرام. لا. منقصي بس ولكن إذا عملت حركة الحركة هي بتساعدنا أكتر. بتنشطنا أكتر. طبعا. حتى في أشخاص أنا اللي بيقولولي كلود. نعم ما فيها ننظم الأكل طبعا. بدنا شي ناخد حبيت وميرسي أورفار. دايما أنا مش هناك أنا جبت لهم كالت أبتايت هودة كرميل ميرسي أورفار. يعني حتى ما دايما هني يشتغلوا علي أو يتعبوا علي أو هني كمان يشتغلوا ببيلو على هذا الموضوع. دايما أنا بحضره بتسقف منه هالأشخاص بشبوهن. نعم. وهالخبراء اللي بتجيبوهن. تحية كدلك الفريق العمل. ايه عن جد طبعا الفريق العمل الله قوي كلييته. بس ولكن عم بحكي هون على شغلة البوتوكس قد ما صار في طلب عليه. حتى من الوكلة تبعي بكل أنحاء العالم. في أشخاص عم بيقولولي كتود نحنا استعملنا مثل مقلب. بس ولكن أوقات نحنا منحس حالنا عبّة دغري. في أشخاص بيكون هني قوية كولاجيين عنده. بيقولي من تالت يوم بتلايهم عبّة الفيلة. بغري عبّة بيقولولي منتقل للمرحلة الثانية. أنا بقللون لا. كفوا بالقليلة على كينجور يعني خمسة عشر يوم. اوك. ليه ليعبّي هالفيلر مظبوط مية بالمية. يكون عبّة. بنرجع منتقل للمرحلة الثانية. ما فيني أنا بهيدي العبوة تقدر اشتغل فيها ع كل وجي. اوك. وما بدي يكون بخير بالحط. يعني بتحط مرتين تلاتة أربعة بالنهار. لأقدر عبّة سريع. لأنه ليش كلنا مستعجلين. يعني أنا مستعجل. أنت كلنا مستعجلين للعبّة. ما قطينا ننطر مدة طويلة نشوف. لأنه كلهم بيقولولي بعد يومين كلود. يعني ما عم نلاقي هالنتي. في الموضوع مش سحر. يعني هو بد وقت لنعبّي. مش ابري يعني عمنا. مش ابري هوي. حتى دغري. مظبوط. حتى الابري وقتها بدل تلاتة أربعة أيام. لا تريح الوج. لا ترجع تاخد محلها. مش هيك عم نقول له هالشغلات هولو بتكون كتير إفكاس. نعطيها وقتها. بل نعطيها وقتها لتصيب مية بالمية. مش هيك هذا البطوك السريع جدا. وقدر يصيب مية بالمية بإذن الله. ولكن بطريقة نحنا نحطها فيها بدون يعني بدون هاي استعجال على الوج. أوكي. هيدا لكن بالنسبة للبطوك. للبطوك. بدي أحكي اليوم شوي عن دارت سيركل. دارت سيركل تعرف أنا نزلت وبلشت فيه عندكم. أنتو كنتو أول عالم أنتو استعملتوه وأنتو كانت أول ضعاي عليهم. أنا مكيفة فيه على فكرة. بدنا عم نستعمل. عن جلد وبيجنب بجنب. ما لعين أحلف يعني عاب واحد يحلف على البروداكت. أنا عم استعملوه. عم يعطيني رياح العيوني غريبة. أنا دايما بسهر كتير لأنه عندي شغل كتير بطلع على تيفيات. وخصوصا هايدي هالإضاءة الكتير قوي بالتعاب العيوني كتير لأنها بطلع كذا تيفي. فهولِ كلهن guerعب دائما على الكمبيوترا على السوشيال ميديا. وبدیرادة ع العالم متعب كتير. ما تصوري دا بيعطي رياحها. وصار عندي أنا شي يعني مرتاح أنا ما عنده عندي سويد. بإذن الله ولي ولا حيث يصيرت عندي سويد إذا دايما بجنب سعملوه. أنا صاري عندي اك étaientعملوه، إذا ما استعملت بوليين ما يحطي Marriage. عنجر مجرد. يعني دايما عم quilهن هايدي' الأعشاب الموجودة فيه. وخصوص هذه العشبة الهندية اللي قلت عليها أخبرتنا قصة الهندية اللي دائد قولي صار يقولولي أنا عندي واحد هندي بيجرب للعشبة فهي اللي عم بجايب عم يسترجع قول العشبة الثانية من الوان فبيضع بقولولي أنا حدا تقولك بدون العشبة بدون العشبة لا هي لحالة مقتصبة نحنا عم نقول هي خلطة خلطة تركيبة أساسية حتى فيها عرقسوس فيها الخميري هون كل ياتهم بيشتغلوا على إدرين نحنا نشير هذه السوات نهائيا وحتى في أشخاص عم بيقولوا إذا نحنا عنا شي وراثة طبعا الوراثة نحنا إدرين نشتغل عليه ما هو الوراثة شو نحنا بيكون عنا ضعف بهذه الأنسجة فنحنا وقتا نبلش نقويها لأننا عرفنا المشكل فنحنا وقتا نبلش نقويها نحنا بنرتاح فيها نهائيا وهون عم بحكي كمين كرميل الخليج العربي اللي أكتر شيء عم يعانوا من هذا الموضوع أنتوا فيكن مئة بالمئة تستعملوا هالدار سيركل منها تشيرلي كلود قادرين تحصلوا على نتيجة نحنا كيفلين هذي البرودوية يعني دايما بيقولولي نحنا كيفلينها لأنه ما فينا ننزعها أسواء إلا من بعد سنتين من التجارب لأنه الاسم كلود عليا يعني اسم عليا ما فيني مرة تاني غير الاسم أكتر بعد عنا دقيقتين كلود كمين دقيقة معلي رسولون لا أحكي بس عن التريو التريو هوني التلاتي مع البوتوكس هوني التلاتي الكريميك هوني حقيقة عم يعملوا ثورة بعالم الجميل هني قادرين نحنا يزغرونا عشر سنين وخصو فيه أشخاص مثلا بيقولولي نحنا طب عاملين فيلار عاملين كذا عاملين شي كمين بيقدروا يستعملون بيساعدهم بدل ما هالفلار يروح بعد ستة شور أو ثمتة شور قادر يضايم معهم سنين بعد لقدين حتى البوتوكس فيضلوا يحطوه على وجه بيضل معبه بدون أي مشاكل طبعا بديبلش بالخلطة لأنه نحن هدينا الكريميك بتركز عن الخلطة الأساسية طبعا هاي دي خلطتنا مهمة جدا وهي بتقطع الشهية نهائيا نسميها نحنا قاطع الشهية طبعا هون أنا عم بياخد القرفي النعمة عم بياخد ملعة منها بدي أخد ملعة من الشوفين المطهون الشوفين كلياتنا بنعرف هو بيشتغل بالألياف تبعه بيقدر يساعد هالجهاز الهضمة بيحسسني بالشبع ولفترة طويلة طبعا وهون بدي أخد كمان ملعة من العسل العسل كمان بيقطع الشهية بالوقت زيته بيعطيني كل الفروتيينات اللي بديها كل المعادن دي بديها لأنه هو غني جدا بدي يكون أصلي مية بالمية أوكي طبعا بدي حطلها كباية من المية اللي بيكون عم تغلي أنا جبتها معي فإن شاء الله يعني صارت فترة بس ولكن لازم تكون عم تغلي مية بالمية نتناولها بكرة هاي ما تعمل نتناولها هاي بدي ناخدها الصبح كل يوم أوكي وأنا كفيل بهذه الخلطة أنه نحن نشير تاكي كيلو جرام بالأسبوع كفيل لأنه هايزي الخلطة مجربة ودايما أنتوا اللي تعرفوا دي أنا كيف صرت أعرف دي عندها الخلطات أهمية وفعالية قدما العالم متشوكة ومتحمسة لإستعمال هايزي الخلطات مشي هايك كله هيتم بدي أقولي نحنا صار معنا هايك نحنا نزلنا هايك نحنا ساعدتنا بهذه المية مشي هايك أنا عم قلو أنوا استعملوا هالخلطات من ناتشور دي كلود وارك تكونوا إلا مبسوطين إلا 100% هي اتكاس نشوف نانسي هايك المرة كنا بفقرة صارت هيك تعملت تاعت خلطات طوعية نحن نحن نتعرف نهينا سفيرا سفيرا صارت نشوفك الأربع إذن الله إذن الله مرسي يلا نانسي صار وقت أنا نتقل على المطبخ عند شابحنا لحتة نشوف وين صاريت بالوصفة هاي شيف هاي رح نجعلك شيف لحدة تخبرنا شوي ونصرنا هلا خلصنا التبخة خلصنا هلا بطريقة احنا اللي بنطبخ فيها الكوسكوس يعني هي طريقة مثل المغربية اوكي بنحط فوق البرغ الأبيض اللي هو الكوسكوس السميد وتحت نحط السوس بنبلش نقلل البصل والبنادورة نعم بنقللهم كتير منيح بعدا بنحط الجيج بنقلل الجيج ملح بنحط بهار بهار أسود بهار حلو بنحط عقدة سفرة وزنجبير دائماً معروفة شيف انت بالسبايسز يالي بحب تستعملهم بالبهارات نحو هذا المغرب وتقريباً ما في اختلاف بين البهارات كل طبخة وطبخة بس بيختلف المطاق صح والهدامة كتير طيب معك شاف يعني نحن بنشهد على الموضوع صح طيب ونبلش نحط الجيج مع البهارات بنقللهم نبتير منيح بعدا بنرجع بنحط الخضرة اللي بتاخد شوي بعض مثل اللي حط أول شي الجزر بعدين بنحط أحسن ما يستوي بغري الخضرة يمكن أول شي شرمين كمان بس ما يهتري الخضرة بنحط كمان بنبلش بس يستوي شوي الجزر بنحط الكوسة والبجنجال والحمص كمان بنحطه بالأول إذا هو مسلو بنحطه أخر شي إذا مش مسلو بنحطه أول شي بنحطه بالماء مثل ست البيت عارفة بنرجع بنحط ملفوف مثل ما عم تشوفوا أنا قطعته قطعة صغيرة نعم ويمكن في ورق غار إذا من نخطته لا هيدا مش ورق غار هيدا ملفوف أوكي وبنحط حر ليلي بحباكيد وهيك لمحة سريعاً بسير شرم؟ بسير هو تارت لمن تارت لمن تارت مثل العجين هي بات شكرية دايماً عم قول نفس العجين تقريباً كمية الحي نصد كمية الزبدة بنحط سكر بودرة بنحط بيضة بنعجنة وبالنسبة للكرام وصيتران الكرام وصيتران معروف يعني بنحط أول شي هيدا مطبوخ بالفرر نفس الطريقة بس مطبوخها بالفرر بنحط تقريباً كرامة حامض بيض بنقفقون بنحطهم بالفرر مع الصيتران مع البرش وهيدا فريق هيتنا شف أكيد رح ندق كل شي حدرت لنا بآخر الحلقة هلأ رح نرجع ننتقل عن نانسي مع ضيفة جديدة ورح نتناول هلأ بموضوعنا الاجتماعي الوسويس القهري وتأثيره على الشخص المعني والأشخاص الحواليه مع ضيفتنا الاختصاصية بعلم النفس غادة سلامة أهلا وسهلا فيك غادة ندير الحديث بيني وبينه ملاحقنا بداية شو هو الوسويس القهري وكيف تحددين الوسويس القهري رح نشوف شخصية الوسويس القهري والاضطراب الوسويس القهري وقتل منكون بشخصية الوسويس القهري هي دلائل والشخص بيقدر يكون يعني منه متألم يعني عم بيمارس عنده هال إذا بدك هالتصرفات عنده هالترتيب عنده هالأوردر عنده حب تصفيف الألوان إذا بدك هالكونترول منه زيج ومنه عامله مشكلة وقتل منروح على الاضطراب هون بيكون صار فيه عم بيتعذب عم بيتألم في مرض صار فيه إعاقة عند الشخص بس الشخص ما عم بعود يقدر يكفي حياته بطريقة طبيعية هلأ منشوف منحدد شوي كيف يعني إذا بدنا نقول كيف بدنا نحدده للاضطراب كيف بدنا نحدد الاضطراب وكيف بدنا نحدد الشخصية الشخصية هو إنسان الشخصية العادية يعني نحنا منتلاقى فيهم كلنا نحنا عنا شوية هوس بإشيابة مثلا منتأكد أنه سكرنا السيارة مرتين يمكن أنه طفينا الغاز طفينا الغاز قصة الغاز والفار بس حط الفار بقول سكرته ما سكرته هيدولي بعدنا نحنا كإنسان عنا هالتصرفات بس وقت اللي بتصير زيادة عندها في ناس عندها زيادة يلي عندها الشخصية مثلا بحب كتير التفصيل بحب كتير الأورد بحب تصفصف يعني إذا هو مصفصف هيدولي هون إذا أنت جيت الزحتي هالزرافي لمحلة بدو يرجع يرده لمحلة بالخزين ما نلاحظون كمان كتير ترتيب الخزين الأمسان لازم يكونوا هيدا هال هال شي اللي بحسه هو مش بييده بحب يعمل كنترول على هالأمور هو كمان اللي عنده الشخصية إنسان كتير يعني بينجح بعمله لأنه هو كتير بيشتغل على البلان ما بيضيع وقت بقدم شغله على الوقت المطلوب هو إنسان بهيد الناحية كتير وكمان ما بيقدر يعمل لحدا يعني ما بيقدر يتكل على الآخر نعم هو كل شي بدو يعمله بإيده إذا عطاك شي مهمة بدو يرجع يشيك عليها من بعدك حتى يتأكد إنه كل شي ضابط لأنه هو عنده قلق هيدا القلق بترجمه بهيدول هيدا بالنسبة للشخصية الشخصية بالنسبة للإضطراب 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 هون بيكون عندنا بتصير خلينا نفصل كمانا الاوبسيسيون الهوس هو الأفكار بتصير تجي الأفكار على راسك وبتصير ضل بتصير تحير بك بتصير تتهجم عليك بتصير دخيلة على راسك على فكرك وبتصير تعذبك نعم وقت المنقول القهرية الكمفلسيف وقت البيوصل لهون وقت المنروح على الأكت على التصرف السلوك يعني أنا رايحة على شغلي أنا ورايحة على شغلي عندي هوس براسي إنه معقولي قلقت بكتيريا من شي محل كل الوقت هالفكرة عم بتجي على راسي أنا وبالسيارة وأنا ورايحة وعم بتعذبني وعم بتعذبني بوصلوا ببلش بروح على السلوك القهري اللي هو ببلش غسل إيدي لكذا مرة ايه وبصير أنا عطول يعني هيدا الشي بعيق شغلي بعيق مع الشريك بعيق بالبيت مع أصحابي بالمحيطة يعني ببلش تحط لإلي حواجز يعني بدي وقف حتى كرمال غسل إيدي بأيام بتوصل في منهم بغسلوا إيديهم ل 30 مرة بالنهار بصير عندهم مشاكل جلدية هون بلشنا فتنة بال أنا عندي على فكرة خالت المرضية من هالنوع يعني موسوسة لهالدرجة بتزعجيك وهي بتحسيها مش مرتاحة مش مرتاحة وهلأ منحكي كمان أداية شغلة بتزعج اللي حولينا هني النساء عندهم إيها أكتر شوية من الرجال خاصة السرسيب النظافي وسرسيب السيمتري لأن هني أشخاص بيفوتوا كتير بالسيمتري والترتيب وهكي الكاري يعني إن النساء تايب غادة شو أبرز الأسباب لهالأو سيدي هلأ في أسباب أكيد وراسية كمانا كلهم حكيوا عنها وفي أسباب كمانا التربية في التربية وكمانا منشوف في الأم هي كيف وصلت عندها القلق منشوف دراسات بتقول إنه هالأم كانت عايشة بقلق وعندها قلق وقدرة نقلت هالقلق للولد وبالمرحلة الشرجية كنا حكينا عنها مرة الماضية يعني الأستاذ أنال عند الولد وقت المكون عم نعلمه كيف ينظف أدي هالأم هون عندها قلق النظافة وقلق إنه أي إن بده نظف ولا ما نظف هون بتبلش تربها الشخصية أي عمر يعني عم نحكي هذا؟ بالعمر السنتين ونص ثلاثة وقت ببلش الولد بدنا نطفه أدي كانت هالأم عم بتوصل هالمرحلة أو هالبقلق قد ما كانت هي قلقانة قد ما راح توصل لأنه نحنا منشوف الشخصية الشخصية الوسويس القهري هو عنده قلق قلق داخلي بده منه مرتاح منشوفه بالتصرفات أدي هي كانت بطريقة في قلق في أساوي في سلطة في المسموح والممنوع منهم بطريقة صحية كل ما هني كانوا مش بطريقة صحية راح يأثر على الولد هو صغير نحنا ما بيبين عليه مثل تلكون هديك المرة أنه عطول بفترة المراهقة الإسشة بتتبلور بتبلش تتبلور بفترة المراهقة وهون منشوف هالأسباب أدي كانت هالأم هي عم بتوصل حب بس بطريقة فيها خلق فيها خوف فيها زعر أدي هي هالأم بتفكر أنه الآخر هو بشكل كمان خطر أدي في عنا أنه نحنا لازم نحتمي من من بره طيب هل هالشخص بيكون ملاحظ على حاله أنه هو عنده هالمشكلة والحواليه قديش بيعانوا؟ هو هيدا الشخص الشي اللي أنه هو واعي على وضعه ما عنده الهزايين هو واعي على الرياليته بس هو ما عم بيقدر يعمل كنترول حتى كرمال يخفف هيدا القلق كيف بيخفف هيدا القلق؟ بيصير بالسلوك القهري وكلما هو عمل هالسلوك القهري كلما هي عم بتزيد حياته عم بتتفاقم هالحاله هو واعي على وضعه بس ما عم بيقدر يعمل هيدا الكنترول وهو كتير إنسان بيقدر كمانا يصير فيه كتير كونفلي بالبيت مع الشريك مع الأهل لأنه بيصير أيام يحاول يفوتهم بهاللعبة أهم شيء بالبيت والشركة ما يفوتوا بهاللعبة وهو بيوصل لمرحلة وقت الآخر ما بيفوت بلعبته عم نحكي هون وقت صرنا بالاضطراب مش بالشخصية بيصير عنده انزواء بينزواء بيصير بيفوت بديبراشن بيفوت بحالة كئيبة مش نايك هون كتير يعني نحنا بننصح إنه يتوجه لعلاج طبيب يعني مع أدوية تابعون شاء في أدوية مع أدوية؟ تترافق الأدوية مع العلاج النفسي لازم؟ لازم يا هو سي بي تي أو تي سي سي بالفرنسية من اللون أو العلاج التحليلي أكيد بيترافقوا مع الأدوية بحاجة هو لأدوية معه ويبتلع منا؟ في عنا في كتير تجاوب بهيدول الأمور خاصة إن بيكون الواحد ملتزم وعم بيلتزم بالعلاجات النفسية للجلسات وعم بيلتزم بالأدوية أكيد بيرنح لنا ما بده يغير؟ لأ بده يقول إنه يمكن الحوالي لازم يدعموه يعني يعطوها البوش لحتى لا يروح على شخص مختص أكيد لازم يدعموه بس مثلا إذا هو عم بقول ما بدي أظهر لبرة لأنه خيف قلقت عدوية ما لازم الشريكة تقبل معه تقوله أوكي إنت فيك تبقى بالبيت بس أنا رح أظهر أهم شي ما نفوت معه بلعبة الحوص شكرا غادا موضوع كتير حلو مثل كل مواضيعي اللي دايما من ناقشة معك شكرا مرسي لألكون مرسي لألكون محطة موضع من بعض الأعلان ما تروحوا لما حالي موسيقى موسيقى وصلنا لآخر فقرة بحلقتنا ومنختم مع الموضع شوني أبرز الأزياء والأكسسوارات اللي لازم تكون بخزنتنا بموسم ربيع وصف 2017 ما نشوف سوا مع ضيفتنا خبيرة السورة عاليا المونل أهلا وسهلا فيك عاليا هاي عاليا اشتقني لك لبل أكتر وجي جمالك ع غيابنا موسيقى 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 كمان بالربيع. اوكي. اه. يعني حبيت نقي هالصورة لانه بتعبر كتير عن الربيع. اه. درج كتير الربيع بالربيع الورود ودرج كتير الموردي لمعرقة. بس قبل ما نبتدي بهالقصص. اه. ما نبتدي بخزانتنا. بدي اقلي كيف ممكن نحولها لما كان هيك شوي فرح وكل صعب. لما كان اه. انا نسي تصيري تحبي تروحي تشوفي. صح. لانه عادة كان منوقف عشر ساعات ما منعرش منها نلبس. هلأ مفروض هالصيفي وهالربيع يكون من احلى المحلاتي اللي بتحبي تروحي لانتي تزوريها. اوكي. كيف هالشي؟. قد ما فيه اشياء حلوة هالربيع وقد ما فيه اشياء موردي واشياء الوين كتير حنشوفها. الوين مرحة. الورود عاشكاله. هلأ كان درج سنط الماضي. هالصيفيه على اكبر. اوكي. وعلى مورد اكتار. وانت لبس ورد كمانة هلأ. يا انه حبيت تلبس شوية من الاشياء يلي يلي درجي هلأ. هلح نشوف المقلم كتير. سو قبل ما نبلش نشتري. بليز نشوف بخزينتنا شو فيه اشياء موجودة هلأ بها الصيفية درجي. وعا اساسها نسحبها ونصير نستعملها. مع كم طاطش صغيري من التريند يلي درج هلأ. طيب. منبلش بي هيك مجموعة من الصور حضرت لنا اياهم. اوكي. وبناخد فكرة اكتار. منبلش بالاحذية. بالاحذية. اكيد شفنا نحنا كتير بالشتي. البوت والجزمات يلي فيهون ورود. كتير شفنا عن دول شيء انقبانة كتير كان منزل. سو بعدها ككنادر صيفية موجود فيها الورود. التالون الصغير. حنشوفه كتير بانكل بوت. بمعتلون الكتير الصغير مع البوز الرفيع. حنشوف سبويات بلاتفورم. كنادر الرية كتير انها الصيفية. السبو. السبو من سنة الماضية شفنا. حنشوفه على فضي وعلى ذهبي. الالوين هي اللي تغيرت. الالوين كتير جريئة. اه. الاشياء الزحف المكسان الاسبادرية بعده. اه. الكاروك كمانة. الكاروك دي كتير درج. والالوين الاصر يعني عن جد هيك اشوك. اشوك. كتير ترندي. اجمالا انا بالاشياء الترندي بقللون ما تدفعوا كتير حق عغالي لانو هي حتتغير. مصبو. الاشياء البيسيك بنتفع. على فكرة بحس انه هالصيفية الزيء اجمل من صيفية الماضي. افرح. يعني مسميينه هالموسم موسم التفاؤل. اي. اي. اي هوب انه يكون موسم تفاؤل. ان شاء الله. لقد ما فيه الوين حلوة وقد ما فيه اشياء فرحة كتير. اوكي. هون اش هامنشوف الاجدادين هلا. اجدادين نعرف انه الكروس باك درج. ساعة. ثمان. نفسه هيكون موجود انما الباند تبعيته هتكون اعراض كتير. اوكي. وحيكون فيه ورود وممكن الكروس باك ينحط على الخصر. يعني بدل ما نحطه كروس بنقدر نحطه على على كابلت. ومعه الجزدين. صح. مثل الفندي اللي صغير. صح. واحجام كتير صغيرة كمان عم تكون. مزقوط. فيه احجام حتى صغيرة بس يدوب للموبايل بقلبه. كمانا. اه. بالنسبة للربطاء يعني شفنا هيدا اول صورة تاني صورة البندوليار عريضة. فيها مع ورود. وفيه كتير هلأ اشياء بري براكتيكل انه البندوليار نفسه تنفك تتركب على جزدين تاني. اه حلو. هي فيها بورود وهي. نا. اوكي. شفنا كتير اشياء لوغو هالصيفية. ان كان ورود ان كان لوغو كلمة احرف. صح. وكلمات براند شركات. او حتى يعني اشياء هيك كلمات. صح. وورود عم نشوفه كتير على نانسي. نانسي كلنا سنت الماضي نشوفه على طرف من الجينز او من ورا بس. هلأ كله. كله الجينز. اوكي. الحلق كتير درج الحلق اللي اللي من دندا اللي اللي نازل. طوير. درج تحبتي حلقة ايه والحلقة التانية لا. شفته شفته وقت عملتها مش شهر لتولي كيف شفته انت عام بلاجتي. بلاجت لهم هيك درج. مستبقى المودة نانسي. يعني في عندي كلاينت قال مش معقول انا في عندي حلقات ضايعة فردتهم قلت لها خلاص رجعي قلعينهم. فهي. لانه ستحصير كتير عالمودة. قلت لهم بس هيك درج. تحطي حلقة ايه حلقة لا او تحطي حلقتين كل واحدة شكل. بس انه طوال كتير كتير درجة. اوكي. وكمان في المرأة بالصورة القبلة زنينير. درج زنينير العريضة. نعم. تنلف لفتين. تنلف لفتين على ال. وهيدا كان كمان كنا نشوفه من قبل معمول بالجلد. بالدام. بألوان كمان. الربطات اللي كان تلبوه كانت كتير البابيون لا ايدا درجة. هلأ اكتر على ربطة جنب او هيدا. والعوينات. اللانس دا تكون فاتحة. اوكي. اصفر اورانج زهر موم. يعني تكون العين مبينة. اوكي. حلو كتير. هون لكن هون بقامنا نبلش بال. هدي موضة حلوة صراحة. حلوة. حلوة. جاي. انا بلشت. يعني عم قلنك انتي اسم الله اليوم. قولي دائما بتجنني بس اليوم قشتكي. اه. المسيطر على اللوك الكامل هن وهو السليف. نعم. اه. شفناها سنة الماضي. كم كانت درجة والكمام الطويل. السليف الطويلة. انما السنة مركزين اكتر على الشيب تبع السليف. منشوف الرافنز. منشوف الكاشكاش عليها. لامبشيك مثل اللامبادات. اه. قصات عجيبة وغريبة. انما بدي يكون اللوك تبعك. اكتر شي نركك. على السليف. اوكي. هون عم نشوف لك الراية. الراية كمان كانت. وهلأ عزيالي. كانت سنة الماضي رية بالعرض او بالطول اسود وابيض. بدي اقليك كنا نشوف الالوان الغام. اسود وابيض اكتر شي كنا نشوفها. هلأ صارت شو ما بديك تلبسي. بالطول بالعرض. دياغونال كارويات كله. وممكن مع بعض. درج المنقط فوقه يكون رية يعني. بنفس الباتر نفس القماشة يكون منقط وكمان في رية بقلبسه. رية الخطط درج على بانتالونيت. درج على فساطين درج فساطين اصير من الدين طويين. ونلاحظ الشوز كيف كله كعب واطي او مثل مكسن. صحيح. هلأ الوين؟ هيدول الاشياء الاساسية. عندنا الزهر نبتدي. نبتدي بالاسود. الاسود بعده كتير درج. بس درج تكون اسود مع تاتش ابيض صغير. يعني فسطان اسود زنار ابيض او حتى وردي بيضة. والعكس تمام بالنسبة الى الابيض. يعني بيكون الابيض درج كمان. من فوق لا تحت. تكوني لابسي الابيض او بتحطي التاتش صغير اسود. درج الزهر درج الموف الليلة درج الاخضر بسيط. نحظنا ايه الالوين كمان الفشة مع الاحمر. ايه. الموف مع الاحمر يعني هالالوين ايه. اصلا الاخضر حنشوفو انو نزلو لنايه طبع اللون 2017 هو الاخضر. سو حنشوفو كتير بالشتي كمان لون الاخضر. اوكي. اوكي. اونا منشوف السود. حم نحكي على السود. السود ننتبه على البنتالون. البنتالونات درج الكروب. البنتالونات القصيري شوي. درج تكوني لابسي معهم التالون العالي. او تكوني زحف. او اذا طويل البنتالون هيدا ماكسيموم الطول. نعم. السود نلبسه يا اما كونتالون هيك يا اما تنورة يا اما فستان. واللافتني هو هالشوز اول واحد يلي شفناه كمان على بوتس ولبسته كمان كيم كاداشن من كوليكشن طبع كان ييه شفناه هون. ننتبه على الشوز التالت كمان كتير ان هيدا طلي. يعني الربط طبعه يكون مش عالي يكون واطي يعني على بعضه مربوط. مش متل ما قابل كنا نشوفو مثل مثلا البراداتر والقصة الحيدي العالي ما بقى كتير ابدا. مزموط بدلت ولكن كتير فامنا النسائية. اي اي اي. والمهم بالسود انه يكون نقدر نعمل ميكس اند ماتش يعني يعني الجا تيير الجاكيت تبعيت وتقدر تنبسيعة فسطان تقدر تنبسيعة النورة. اوكي. يكون في ميكس اند ماتش. نعم وها اخر صورة. حتى انا انجو يور سبرينج سمر 2017. الا معنى هالصورة انه سليبر كتير درجة. اه تروحي حتى على سهرة. اه. درجة تكوني 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 لون واحد. نعم. او تكوني معرقة معجقة من فوق لتحت. يعني في عنا حرية بالاختيار في شي منقوله make your rules لخزينتك انت انت you make your own rules انت بتحطي قوانينك للخزينة لانه it's open هالصيفية thank you اكيد دع هالجولة السريعة عالية اللي عملناها معكم بسطنا اكيد بنرجع نشفناك بس مرح تتفلي هيك لازم نتغدى سويا خالص ان شاء الله thank you غبت وانا اشتاكت ما تساوينا عادي ليه نصرتك كل ما فيكم علي انت وطيوبك وثالثكم رقادي يا عمد عادي ترون نصار الشي غبت وانا اشتاكت ما تساوينا عادي ليه نصرتك كل ما فيكم علي انت وطيوبك وثالثكم رقادي لكن التيلع هيدا اطيب اكل لقاليك عالية واكل حنان غير شكل هيدا اللي فيلك حنان شو حدرنا اليوم اليوم حدرنا كسكس مغربة بالجيج والخضرة وحدرنا تارت سيتران بالفران وقالب صحتين وقالب صحتين ومالحة بيقولوا بستحاول راحة وفي الجزائرية التي قولوا له الطعام طعام 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 بالخضرة واكيد هيك على امل ان نشوفه قريبا جدا تانكو حنان مارسي عليها مارسي كتير ومبقت طول الغيبك نا انشاء الله اوكي وكمام نتشكر كل المشاهدين ملليكم بكرة بحلقة جديدة انا وروزاريتا كونكتر على الموعد وباي باي بنا ناكل جعانين باي باي جعانين هنسي من الاول اشتركوا في القناة